اهلا بكم احنا رجعنا مرة تانية هنشرح مع بعض يونت 5 لسن 3 من التايتل بتاع الوحدة بتاعنا ماي تاون. هنبدأ مع بعض نبص عندي على سمارت بورد هنا جايب لي الوكابلوري احنا طبعا معظم الكلمات دي احنا درسناها في لسن 1 ولسن 2 تعالوا مع بعض نبص على البيج بتاعتنا زي ما احنا شايفين عندي في الفوق تمام عندي كلمه طالع منها كم ارو 4 ارز تمام اربع اسهم الدرايفر ده ممكن يكون ايه كيدي ممكن يكون سوق اوتوبيس فنقول عليه ايه بس درايفر نقول ايه بس درايفر برافو يلا ممكن يكون تاكسي درايفر تاكسي درايفر يبنا بحط و fotos النقل وبعد كده بحط جنبها كلمه ايه ممكن يكون ماترو درايفر ممكن يكون ماترو درايفر فانا برضه بحط وسيلة النقل عندي اللي هي المثرو وبعد كده كلمه طبعا كلنا عارفين الترين ده بيروح مسافات بعيده جدا زي اصوان زي القصر لهو الاطر تمام هنا هو بيعرض لي ال different transportation jobs زي ما احنا شايفين التاكسي البلاين البايلوت اعلقته بالبلاين ان البايلوت فلايز البلاين هو اللي بيقود الايه بالطياره عندي هنا الكابتن ايه علاقت الكابتن بالشب هو برضو الدرايفر بتاع الشب فانا ما بقولش عليه شب درايفر لا بنقول ايه كابتن تمام برضو نفس الوضع في البلاين ماقولش بلاين درايفر اما لاقول ايه اقول بايلوت اقول بايلوت اجين تاكسي بلاين بايلوت شب كابتن باس ترين الناكست بيج عندي هنا مجموعه من الوربس الافعيل طبعا كل اللي احنا اخدناه في البريفيوس لسن في الدرس القديم كلها عباره عن نونز اسماء هنبدأ انارد مع بعض شوية ببس بعض الافعيل زي ما احنا قلنا واحنا بنشتغل في الليسون الاولاني في الليسون 3 قلنا ان الدرايفر السائق can drive a car can drive a bus can drive a metro برضو البايلوت can drive a plane كذلك الامر الكابتن can drive a ship الكابتن بيسوق الايه او الكبطان بيسوق السفينه والطيار بسوق ايه الطياره هناخد مع بعض الوربس اللي قدامنا يلا مع بعض ربيت افتر مي سايل جيد سايل سايل يعني يبحر لما البحار بياخد السفينه بتاعته وينزل بيها في البحر عشان يصطاد او عشان يبحر يعني فهو ده الحدث اللي بيحصل لما بياخد استفينه وينزل البحر دوت بيبقى الابحار او الفرب يبحر تمام نبص عندي go go يعني يذهب انا لما باخد حاجتي واروح المدرسه خلاص انا قصدت او اعايز اروح المدرسه فالانتقال من البيت للمدرسه دي اسمها عملية الزهاب او الفعل يذهب يذهب يعني روح fly بمعنى يطير معايا كده يبقى انا عندي الفرب fly عندي الفرب go وعندي الفرب sale طبعا عشان نكون جمل يكيجي لازم نبقى عندنا حصيله افعال كويسه فانا دلوقتي عندي نونز احنا درسنا مع بعض وسائل المواصلات ودرسنا مع بعض الوظائف المختلفه ودرسنا مع بعض الاماكن اللي موجوده في المدينه هنبدأ بقى احنا عايزين نكون حدث عايزين نقول جمل هنعمل ايه هنحفظ الافعال يبقى يلا معايا fly go sail sail go fly دلوقتي انا هبدأ اكون جمل من خلال الكلمات ومن خلال الافعال اللي احنا درسناها مع بعض اول جمل عندي يلا مين شاطر هيقر معايا يلا مع بعض repeat after me اي ام اكابتن انا قبطان اي ام اباس درايفر انا سائق الوتوبيس اي ام اتاكسي درايفر انا سائق التاكسي اي ام امترو درايفر انا قائد المترو اي ام ابايلت انا طيار دلوقتي احنا هنشوف مع بعض كل وظيفه بتعمل ايه اول حاجه عندي ايامه كابتن الكابتن بيعمل ايه يا كيدي يلا مين شاطر هيقولي القبطان بتاع السفينه بيعمل ايه القبطان sail اشب بيبحر بالسفينه هنا الباس درايفر الباس درايفر بيعمل ايه طبعا كلنا عارفين بيودينا المدرسه بزورز وكمان هو الي بتسوي الايه الوتوبيس فبيقول i drive a bus I drive a bus number three I am a taxi driver فاقول ايه I drive a taxi انا سولي التاكسي يبقى انا بسوء التاكسي i am a metro driver انا قائد المترو يبقى انا بعمل ايه I drive a metro باخر جملم عندي ايام ابيلت ايام ابيلت انا طيار الطيار بيعمل ايه اقول Awesome指 Mm Andy احنا عايزين نعمل على كل فعلي موجود عندي في الجملة يلا مع بعض كده ادي ام ادي سيل يبحر ادي درايف يقود ادي فلاي فانا وانا شغال في البيت هبدأ امسك الكتاب بتاعي وابدأ اشوف ايه اللي موجوده عندي في كل جمله وعمل عليها بحيث ان انا بميز الفعل عن بقيت الكلمات اللي موجوده في الجمله وقلنا ايه هو الفعل يا كيدي الفعل يعني الحاجه اللي بتحصل ايه هي الحدث اللي بيخصل دلوقتي تمام يلا نكمل مع بعض دي بعض الاكسرسيز الموجوده عندي على بيقولي لوك read and complete مديني الكلمات في الاقواس يلا نقرأ الكلمات مع بعض school bus train bank hospital تاكسي اول جمله عندي بيقولي i am a teacher انا معلم i work هنا بقى هنقف لحظه فين الفرب اللي عندي في الجمله يا كيدي فين الفعل يلا نبص عندي في i work اللي بعد i على طول هو دا الفعل work work يعني ايه يعمل بيشتغل i work in a school بيشتغل في المدرس طبعا التيتشر مكان عمله فين في المدرسه i go to school by شايفين حضراتكم الكلمة عندي اللي هي بالtraces بالنقط دي اللي هي بس يبقى انا بروح المدرسه بالايه بالاوتوبيس i am a teller انا محاسب i work خلاص احنا عارفنا بقى من الجمله اللي قبلها ان work دا فيرب جديد غير go غير fly غير drive غير ام اللي هو معناه يعمل i work in a bank انا بشتغل فين في البنك i go to bank by metro هو بيروح البنك بايه بالمترو i am a doctor انا طبيب i work انا اعمل in الطبيب بيعمل فين يا كيدي اكيد فين in hospital في المستشفى i go to hospital by i go to hospital by taxi انا بروح المستشفى بالايه بالتاكسي زي ما احنا شايفين انا عندي الكلمات مكتوبة في عمويت وحضراتكم هتنزلوا بالعمود وبرده اكد في كل مرة ان احنا نكتب على بالتاكسي بالزبط على المقط الموجودة عندي علشان يطلع خطنا جميل ويبقى من البداية كده احنا طالعين عارفين ان الخط لازم يكون مفهوم يا كيدي ويكون مقروض ونحاول نكتب بين السطور لان دي المفروض الكتاب الصحيح تمام طبعا هنا الكتاب جميل جدا وعارض لنا الصور مع الكلمه فبالتالي بيبقى فيه ماتشنج وبالتالي الطالب بيقدر يفتكر الصوره من الكلمات من الصوره تعالوا مع بعض نشوف اكسرسايز نمبر 2 بيقول لي بوت true or false ضع علامة صح او علامة غلط بعد ما نقرى الجملة ونماتش الجملة او نشوف الجملة مده تطابق الجملة مع الصوره اول جملة عندي ايام ايام ابس درايفر انا قائد الاوتوبيس هايا كيدي طبعا انا عندي هنا سكول بس يبقى هنقول طبعا جملة صحيحه الصوره الليها علاقه بالمعنى فبالتالي هعمل صح اي كان درايف امترو ده مترو يا كيجي طبعا ده مش مترو دي بلاين طياره فانا هعمل ايه هعمل غلط لان دي مش مترو ات ايز اتاكسي ده تاكسي اه طبعا ده تاكسي الاصفر في اسود ده او ده تاكسي طيب بيبقى هنعمل ايه برافو يا كيجي هنعمل صح هي از اكابتن كابتن اللي هو قبطان السفينه طبعا بنعرفه منين بيبقى في ايده كده تيرس اللي هو زي يعني زي بتاع بتاع السواق بالضبط بنعرفه من خلاله اللي هو علامه البحريه او الملاحه يعني بيبقى يبقى العلامه ايه صح ات از اشب دي شب يا سانه يا كيجي طبعا دي شب سفينه ايه يبقى نقول ايه صح طيب عندي اكسرسيز نمبر ثري بيقولي تك كوريكت ده رايت ويرد يعني نحط صح قدام الكلمه المزبوطه بعد ما نرجع للصوره ونقرأ الكلمتين هنا بايلوت وهنا بس درايفر طبعا دي صورة بس درايفر صوائل اوتوبيس هنعمل علامه صح على بس درايفر نيجي هنا ده شب ولا ترين ده شب ولا ترين طبعا ده ترين ده قطر يبقى هنعمل ايه هنعمل صح على ترين نيجي هنا ده الكابتن ولا تيتشر طبعا احنا قلنا الكابتن فهنعمل تك على كلمه كابتن نيجي نبص هنا كابتن وتاكسي درايفر ده كابتن ولا تاكسي درايفر طبعا ده تاكسي درايفر درايفر وبكده نكون خلصنا اكسرسايز نمبر ثري بقولي اكتب الكلمه او اوضاع دقيره حول الكلمه الصحيحه هنا كلمه شب فين صوره شب السفينه طبعا دي السفينه بتاعتنا هنا كار العربية فين صورة العربية ايه كيجي هنعمل على الكار نيجي نبص عندي مترو درايفر فين ساق المترو ايه دي ساق المترو بيبقى قدامه لوح ازاز كده فبقدر ان انا هشوفه المترو طبعا بيبقى كبير جدا طبعا ده مش ساق المترو ده مش ساق المترو هي دي ساق المترو هنعمل عليها نخش مع بعض على اكسرسايز نمبر برضو بيقولي هنا ضع دقيره حول الكلمه الصحيحه هنا جو ولا ايت طبعا دي يلا هنا الولد ده بياكل ولا بيذهب طبعا مش محتاجه ده هو كده ماشي هو رايح مكان يبقى جو هنا رن ولا فلاي بيجري ولا بيطير الطياره طبعا واضحه من الصوره هنا بيطير الطياره تعالوا نشوف بيكتر نمبر ثري ده سيل يبحر ولا جو يذهب لا جو احنا عملناها قبل كده هو يبقى هي مش جو يبقى اكيد ايه سيل صورت السفينه والميه والقبطان يبقى هنعمل سيركل على سيل تعالوا مع بعض نشوف اكسرسيز نمبر سيكس وده يعتبر اسهل واحد لانه هو بيديني ويقولي الصوره دي ستارت بتبدأ بلير ايه بقى نهو حرف تعالوا مع بعض نشوف اول صوره عندي دي صوره ايه دي صوره المترو برافو يبقى المترو بيبدأ بحرف الام يبقى هعمل سيركل على الام تعالوا نشوف ده ايه ده درايفر سواء درايفر بيبدأ بايه بحرف الدي عندي دي صوره ايه ترين ترين بيبدأ بحرف التي عندي عندي دي صوره الايه بس الاوتوبيس بيبدأ بحرف الايه البي نكمل باخر تمرين عندي اللي هو اكسرسيز نمبر سيفن طبعا كل تمرين بيدينا فرصه اكبر ان احنا نراجع الكلمات وكمان بيقوي جدا بتاعنا وخلينا نشوف الكلمه بشكل مختلف في كل اكسرسيز بنشتغل عندي هنا دي صوره ايه تاكسي تاكسي هنا في حرف ناقص اللي هو حرف الايه حرف التي طيب شب قولنا حرف الايه اللي بيخش مع اله وصاحب اله بيدينا هاوند شا لوه الاس طيب هنا كابتن قولنا لارسي لارسي بيتنطق ايه ك ك دي صوره للاوتوبيس الاوتوبيس بيتقال ازاي بالاينجلش بس بس هنا بيبدأ بايه بلاربه هنا تاكسي درايفر بيبدأ بالT وعندي ميترو درايفر بيبدأ بالم نكمل باقي التمرين عندي الكلمة دي بتبدأ بالاي رسولة ايه الدرايفر الدرايفر هنا بيبدأ بحرف الدي البلاين الطياره بتبدأ بحرف البي الترين القطار بيبدأ بحرف الايه التي وبكده نكون خلصنا مع بعض لسون 3 من يونت 5 هشوفكم ان شاء الله في الدرس الرابع باي باي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر